كده مفرقة للأبطال الدوليين والعالمين في تنس الطاولة ولكن نجم الشباك طبعا بطل مصري في لعبة غادرت الأهلي منذ زمن وغادرتها الشعبية وهي رفع الأسفال في بطل وبطلة الحقيقة يعني كحلة بطولة عالم بطل عالم في السعودية فضية واثنين زهبيات هشوف الوحش اللي قدامك ده وأنا طبيعتي مسيرته أعتقد هو كان التاني مش عارف هو مش أنا عايز أتذكر مخبازي أنا طلبت من المخبازي يجيب لي يجيب لي ترتيبه في البحر الأبد المتواصل طيب أنا هقول لك هو كريم كحلة فاس بالميدالية الزهبية في الكلين وفي النطر في وزن 96 رفع ثق لقدره 213 كيلو وحصد الميدالية الزهبية في المجموع ب387 كيلو علما بأن الرقم العالمي مسجل بإسم القطري لكنه الأصول المصرية بقى فارس حسونة اللي كان نجح في مجموع 402 في أولمبياد توكيو الماضية ليحطم رقمه العالمي اللي كان في 2018 كان وزنه 379 إذن كريم كحلة المجموع بتاعه 387 والرقم العالمي في الرقم الأولمبي كمان في أولمبياد توكيو كان 402 ده كان بتاع مين؟ بتاع فارس حسونة القطري المصري بس تصبر هل هي؟ يعني فارس حسونة كسب ميدالة الزهبية في الأولمبياد؟ أه بإسم قطر؟ بإسم قطر حسونة ده كان مال ورقنا أصلاً راب في الأسخال هويتي متبحهم كويس جداً وحب تفرج عليها يعني الرجل ضد الثقل أي؟ والجاذبية يعني تلوقتي مع الثقل التعامل ضد الجاذبية الأرضية صحيح فتحدي رائع جداً جداً ولكن في بطلة كمان كسبت ثلاث ميداليات دهب النهاردة أي؟ صمر صمر دوني أسميها يا شباب عيب والله عيب إن أنا مش أنا كنت فكيرها وكنت عايز أتكلم عليها باستفادة أخرى لأنها صارة سمير صارة سمير صارة سمير وهي مش جديدة على هذه الأوقات طبعاً وبطلة أولمبية طبعاً فيعني ما تشوفوا لنا حل يا جماعة في قضايا التجنيز دي شوفوا لنا حل والله والله العظيم ثلاثة اللعيبة دي تاخد الرعاية الكاملة ومهما تاخد في بلدها العائد من وراء إنجازاتهم أكبر بكتير قوي من أي مبالغ مالية أي؟ يعني في المصارع كل يوم التاني واحد يسيبنا دلوقتي رفع الأسخار لا من فضلكم رفع الأسخار عايزة يتبصلها بصة محترمة طيب دا كان كلام مهم جداً من وحي هذه البطولات اللي حققها هذا الأبطال لكن